السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي التلاميذ أتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة إذن اليوم سنقوم بدرس مدة الرياديات وسنشرح الأعداد الستينية إذن قبل البدء في الدرس سأعطيكم وحدات قياس الزمن إذن الأعداد الستينية لها علاقة بالزمن وسنتعرف على وحدات قياس الزمن كما تعرفون فكل قياس لديه وحداته مثلا قياة المساحة نقول لدينا المتر مربع، سنتيمتر مربع، ديكامتر مربع الهكتار، الار، سنتي آر وأيضا قياس طول مثلا لدينا المتر، ديسامتر، كيلومتر، هكتومتر إذن بنفس الطريقة لدينا وحدات لقياس الزمن إذن وحدات قياس الزمن لدينا كما تلاحظون هنا قد كتبتها سابقا إذن لدينا التانية والتانية كما تعرفون هي أصغر وحدة قياس الزمن إذن التانية هي بمجرد أن أقول واحد فهي تانية انتفقنا إذن التانية هي أصغر وحدة قياس الزمن ويرمز لها بـ S لماذا؟ لأن اللغة الفرنسية نقول إذن فنأخذ الحرف الأول S إذن نرمز لها بـ S ثم لدينا الدقيقة الدقيقة نرمز لها بـ من لا مينوت إذن أخذنا من إذن هو رمز الدقيقة ولدينا الساعة إذن الساعة نرمز لها بـ S من اللغة الفرنسية لأننا نقول لغ إذن أخذنا فقط أغ إذن أخذنا S لرمزا لساعة اليوم اليوم جي لجوغ إذن أخذنا حرف الأول جي لدينا الأسبوع الأسبوع إذن نقول لساعة الفرنسية إذن هنا لا نرمز لها بأي حرف لأن في التمارين أغلب العمليات التي نقوم بها نقوم بها فقط بـ الأربع الوحدات الأولى الشهر لدينا الشهر بلع فرنسية لمو لدينا السنة لاني العقد لدينا السنة و القرن لسيكل لسيكل داكو إذن الآن سأعطيكم قواعد إذن هنا كما تلاحظون قد كتبتها لكم بالترتيب إذن أصغر وحدة لأكبر وحدة إذن هنا كما تلاحظون الثانية هي أصغر وحدة إذن بالتالي ليس لدينا السوغون تساوي مقدرنا إذن لأن السوغون هي الأصغر الدقيقة إذن دقيقة لدينا واحد دقيقة واحد مينوت يساوي إذن دقيقة واحدة تساوي كم إذن تساوي كم بدلالة ماذا بدلالة الوحدة الأصغر منها التي هي السوغون إذن واحد مينوت يساوي ستونة سوغون 1 مينوت إقالة 60 سوغون ننتقل إلى الساعة إذن الساعة نرمز لها بأش إذن واحد أش يساوي كمبين دو مينوت إذن نأخذ دائما كل الوحدة نكتبها بدلالة الوحدة التي قبلها إذن يساوي واحد ساعة يساوي ستونة دقيقة 1 ساعة يساوي 6 دقيقة كما تلاحظون دقيقة تساوي 6 تانية ساعة تساوي 6 دقيقة إذن من هنا أتى إسم الأعداد 60 إذن لأن دائما تحويلات إما نقسم أو نضرب غالبا في 6 لدينا اليوم أنجور إذن كما تعرفون جميعا يوم يتكون من 24 ساعة 24 ساعة لدينا الأسبوع إذن الأسبوع يساوي كم إذن الأسبوع يساوي سبعة أيام إذن في أسبوع سبعة أيام لدينا الشهر إذن بالنسبة للشهر ممكن أن تكون لدينا 28 يوما في الشهر أو 28 يوم أو 29 جو 30 31 إذن حسب كل الشهر 28 29 31 31 31 بالنسبة للسنة الآن إذن السنة تساوي كم من شهر تساوي 12 شهرا تساوي 12 شهرا التي هي تقول 365 يوما أو 366 يوما حسب إن كانت سنة بسيطة أو سنة كبيسة والذي يتحكم في السنة هل هي كبيسة بسيطة هو الشهر فبراير لأن الشهر فبراير يكون عدد أيامه 28 أو 29 إذن إذا كان 28 يوما فعدد أيام السنة سيكون 365 يوما وإذا كان فبراير 29 يوما فالسنة سيكون فيها 366 يوما والعقد يساوي 10 سنوات والقرن يساوي 100 سنة إذن بعد مرور كل 100 سنة نقول بأن مرة علينا قرن إذن ننتقل الآن إلى بعض التحويلات ولا تنسوا إذن هذه الوحدة تقية الزمن تحفظونها بالقواعد انتفقنا لأن هذه القواعد سنستعملها في التحويلات إذن أعطيكم نبدأ بتطبيق بسيط نطبق في هذه التحويلات إذن لدينا هنا 1 مينوت 25 ثانية يساوي كم ثانية لدينا أيضا ساعة 15 دقيقة يساوي كم دقيقة ساعة 30 دقيقة تساوي كم ثانية 5 سمين 4 جو يعني 5 أسابيع 4 أيام تساوي كم يوم 1 سياق القرن يساوي كم من ديسن يعني العقد إذن سنقوم بإنجاز هذا التطبيق ب استعانة بالقواعد إذن هنا مثلا لدينا الوحدة المطلوبة هي سوغوند إذن الوحدة هنا سوغوند سأتركها إذن 25 سوغوند لن أحاولها بل سأحاول فقط 1 1 دقيقة 1 مينوت تساوي كم سوغوند إذن لدينا دقيقة تساوي 60 ثانية إذن دقيقة تساوي 60 ثانية إذن 60 زائد 25 لأن هنا الزائد تقول دقيقة و 25 ثانية وبمعنى زائد إذن دقيقة تساوي 60 ثانية نضف إليها 25 ثانية سعطينا 85 ثانية إذن الجواب هو 85 ثانية ننتقل إلى المثال الثاني لدينا لدينا ساعة واحدة و 15 دقيقة تساوي كم دقيقة إذن أحد المطلوبة هي دقيقة إذن الدقيقة هنا لن أحولها سأتركها كما هي إذن لدينا 15 دقيقة و ساعة إذن ساعة تساوي كم من دقيقة لدينا واحد ساعة تساوي 60 دقيقة إذن بالتالي سأضيف لها ماذا أضيف لها فقط 15 دقيقة تساوي 75 دقيقة إذن الجواب هو 75 دقيقة هنا لدينا ساعة و 30 دقيقة تساوي كم من تانية إذن واحد ساعة علما أن إذن هنا كما تلاحظ الوحدة المطلوبة هي التانية إذن لا تجد لدينا التانية التواني هنا إذن لدينا الساعة والدقائق إذن سأحاول أولا واحد الساعة إلى التانية إذن قلنا واحد ساعة تساوي ماذا تساوي 60 دقيقة و دقيقة إذن 60 هالدقيقة سأحولها إلى التواني إذن مضربة في كم واحد دقيقة تساوي 60 تانية إذن سأضرب في 60 تساوي 6 في 60 إذن لدينا 6 في 6 36 و نضيف 0 سفرين إذن لدينا هنا سفرين إذن تعطينا 3600 إذن واحد ساعة تساوي 3600 تانية وأضيف إليها ماذا أضيف إليها 30 دقيقة إذن 30 دقيقة كم تساوي من تانية إذن لدينا 30 دقيقة تساوي دقيقة 1 دقيقة يساوي ستون ثانية وضع هنا 60 ثانية سوغند تساوي إذن 3 في 6 18 وأضيف صفرين إذن 1800 سوغند لحظتم إذن سأقوم الآن فقط بالجنة إذن لدينا 1 ساعة يساوي 3600 ثانية و30 دقيقة تساوي 1800 بالتالي الآن سأقوم بجمع إذن 1800 زائد 3600 إذن 6 زائد 8 زائد 6 14 13 3 4 5 إذن تساوي 5400 ثانية 5400 ثانية إذن أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذا الشرح إذن ننتقل five cinq semaines quatre jours إذن cinq semaines quatre jours إذن أتمنى 1 jour 1 jour إذن هذا 4 ستبقى في مكان لن أحاول إذن أحاول خامس أسابيع إذن خامس أسابيع سمين إذن إذن كم بي د د د جور إذن كم ثمان. كل اسبوع يساوي كم من يوم. يساوي سبعة ايام لأن كل اسبوع يساوي كل اسبوع يتكون من سبعة ايام. إذن خمسة في سبعة خمسة وخمسة وتلاتون. إذن خمسة اسابيع تتكون من خمسة وتلاتون يوما. إذن سأقوم بخمسة وثلاثون زائد أربعة أحصل على تسعة وثلاثون يوما إذن أكتب في الجواب تسعة وثلاثون يوما أنتقل الآن إلى الأخير واحد أن سيكل كمبين دي سنة إذن لدينا قلنا يساوي كم إذن قلنا قرن يساوي مئة سنة وقلنا إذن إذن كما تلاحظون هنا لكي أحصل على عدد العقود في القرن فقد سأقسم مئة على عشرة إذن أرى هد مئة كم فيها من عشرة إذن فيها عشرة بالتالي أكتب هنا الجواب عشرة لأن كما تلاحظون هنا قرن يساوي عشر عقود قرن يساوي عشر عقود انتفقنا إذن هنا قد أتممنا هذا التطبيق ونتقل إلى التطبيق موالي